اشتركوا في القناة الامن الوطني قائد الحرس الملكي والعقيد الركن اسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة كما كان في الاستقبال سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وعدد من كبار الضباط وخلال لقاء جلالته بكبار الضباط اكد ايده الله اعتزازه الدائم بقوة دفاع البحرين ورجالها البواسل شاكرا جلالته لهم جميعا الجهود السامية التي يقومون بها لحماية المكتسبات والانجازات التي حققتها البحرين وشعبها الكريم مضيفا رعاه الله انهم موضع تقديرنا ومبعث فخر للبحرين واهلها الكرام وقد رفع الجميع الى جلالة الملك المعظم القائد الاعلى للقوات المسلحة حفظه الله اسماء ايات التهاني والتبركات بمناسبة عيد الاطحى المبارك وبدلهم ايده الله التهاني بهذه المناسبة الكريمة وكلفهم بنقل تهانيه وتبركاته الى جميع الضباط وضباط صف وافراد قوة دفاع البحرين البواسل في مختلف مواقع عملهم النبيلة كما استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الاعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه خلال زيارته للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين عددا من الضباط الذين تخرجوا حديثا من اكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة الصديقة الدفع مائتين حيث هنأ جلالته الخريجين على تفوقهم متمنيا لهم استمرار نجاح لخدمة وطنهم بالتكاتف مع اخوانهم البواسل من قوة دفاع البحرين مجيدا ايده الله بالجهود الحفيفة والمثمرة التي بذالها الضباط خلال فترة دراستهم كما نوها جلالة الملك المعظم بحرص ابناء البحرين على التفوق في كافة العلوم العسكرية والمدنية لخدمة وطنهم على الوجه الامثل وقد رفع الخريجون اسماءات الشكر وعظيم التقدير والامتنان الى المقام السامي لصاحب الجلالة على دعم جلالته وتشجيعه لابناء مملكة البحرين على التحصيل العلمي المتواصل